اشتركوا في القناة 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 وقعته بعشرين مارس الفين خمسة وعشرين وهنا سفر دايز يعني غير متبقع اي ايام اخرى لذلك ضروري كل الاشخاص اللي عملوا تخزين يقوموا بسحب وحداتهم من ال ال اتش او ال ال اش سي الى محافظهم لان هناك اشخاص ايضا قاموا بالتجربة بعد القاضى معنا في الحوض السابق حينما تركوا وحداتهم بعد انتهاء الحوض صار يصبح تناقص معهم او يصير تناقص في هذه الوحدات وحتى ما يحدث نقص في هذه الوحدات وحتى ما ليه اي لازم انك تترك وحداتك بالحوض طالما انتهى هذا الحوض لو في حوض جديد تم الاعلان عنه رحت توضع الوحدات بالخطوات من جديد في الحوض الجديد فهي بالتالي ما لها اي لازم انها تكون موجودة بهذا الحوض طالما تم انتهاء الحوض فبنضغط على كلمة كلايم هذه حين نضغط على كلايم رح تأتي معنا سلاس اختيارات اول اختيار اللي هو close والاختيار الثاني excite وكلايم والاختيار الثالث كلايم حين كنا نحصل ال ال اتش سي فقط ونريد نترك باقي ال ال اتش او بالحوض كنا نعمل كلايم هذه اللي بالازرق لكن نحن الان نريد نطلع نهائيا من الحوض يعني نريد نسحب كل الوحدات سواء ال اتش او او ال اتش سي فاذا رح نعمل اجزاية اند كلايم هذه بالمنتصف فنضغط اجزاية اند كلايم هننتظر صفحة التحميل حين تأتي معنا ايضا لابد يكون عندك مصاريف من ال بي ام بي حتى تستطيع اكمال عملية السحب يعني تكون مصاريف بسيطة بالسنتات مثل ما تظهر امامكم فبنعمل موافق بيطلب منك رمز الامان للمحفظة فبنرى هنا ترانز اكشن سبميتت بالاعلى وهنا يجب لك ويتنج فبتنتظر حتى تتم هذه العملية بالكامل يعني مجرد انك ضغطت على اجزاية اند كلايم بالمنتصف هنا تنتظر ما تفعل شيء حتى ينتهي اوتوماتيكيا من كل العمليات حين يجيب لك موافق لدفع المصاريف تضغط على موافق حتى يدفع مصاريف السحب وتنسحب الوحدات بكل امان وبكل سهولة الى محفظتك او هنا نلاحظ انه جاري التحميل ايضا قابلي علامة صحب الاخضر بالاعلى وترون مثل ما ترون امامكم ان عدد الوحدات هنا بالحوض اصبح 0 L H O و 0 L H C راح نرجع للمحفظة حتى نشوف ان الوحدات وصلت عندنا بالمحفظة او ما وصلت نعمل الرجوع للخلف حتى نأتي على الصفحة الرئيسية نختار الصفحة الرئيسية لترستولد وننزل نعمل تنشيط لهذه الصفحة مرة اخرى وننزل الى الاسفل هنا بنلاحظ ان وحدات ال L H O بالاول كانت 0 او كانت 1029 اصبح 1250 يعني تم ارجاع وحدات ال L H O و وحدات ال L H C الى المحفظة بكل سهولة وبسرعة كبيرة جدا وبهذا الشكل شرحنا لكم طريقة استعادة ال L H O و L H C من حوض التخزين نتمنى ان تعرفوا جميع الاشخاص لعمل هذه الخطوات الاشخاص الذين عملوا التخزين او عملوا الاستيكنج لل L H O حتى ترجع وحداتهم الى محافظهم وبنشكركم على حسن استماعكم ونتمنى ان يكون هذا الفيديو مفيد ليكم وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته